بصراحة يا جماعة الخير أنا امتلكت قوة خارقة بقدر أعمل شو بدي بقدر أنتك لأي ما كان في العالم بقدر أغير وابدل وبصراحة أنا اللي خليت أبو محمود يتنازل عن أجرة بيته لرافق بس هاي التجربة يا جماعة الخير خلتني أعرف أنه أبو محمود عابد للمال عايش بس حارس للمال مثله مثل أمثالي كتير عايشين بس عشان يشمعوا مال ويوقفوا حراس عليه فجرت حالي أني عملت خير وغيرت الحقيقة من واحد عابد للمال لواحد بده يعيش على حساب الناس بس وانت يا بلال حاولت أني أكشف بلال أنه حرامي لكن للأسف أنا صرت حرامي أكبر منك أنا بعترف قدامكم قدامك أبو يزن قدامك يا حرامي وقدامك اللي بدك تعيش على حساب الناس وقدامك يا جامع للمال بده يعطرف قدامكم أنه للأسف هاي الكدرات الخارقة أنا استعملتها غلط بس بوعدكم من هاي اللحظة أني أستعمل هاي الكدرات الخارقة بالخير وبس طيب ما دام عندك هالقدرات الخارقة ما في عندنا قضية كبيرة بحاجتك طيب يا أشرف كلامك حلو بس ممكن تفهمنا شو قصدك أنا بأصد فلسطين المشكلة اللي ما بتعرفوها أنه كل شي بدي يعمل أبو سليم بكدرات الخارقة هو مؤقت حتى يا ابن العم حتى يا ابن العم بصراحة حتى لو مؤقت بيشفي بيشفي أنه نقدم لهالوطن أي إشي نقدر عليه أقول لك أرواحنا تشلها في دا الوطن والله معك حك يا أبو سليم خلص أقول لكم بدي استعمل الكدرات الخارقة لإشي يفيدنا وهسه قومو تعالوا! 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 وقفوا هاتش صف صف اه 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 كل واحد يمسج ايدي اللي جنبه اصبر نحر الفلسطيني خلص جررت بدي تشل الموجودين لا لا اول اشي بدي اغيروا بدي اتحول لصلاح الدين الايوبي وتشل الموجودين لجيش جرر اه مزبطة طيب طيب اه اه بدي اتحول لخالد ابن الوليد وتشل الموجودين لجيش جرر شو بي يا ابن العم الزابطة مش عارف طبقوا لك طبلك ايش ثاني بدي تشاف عركبة تشل الموجودين خلص بديش 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 وقف شو يا ابسلين شو هذا مش عارف شكله هذا خلصي القدرات علينا وضدنا انا بدي اطلب طلب أخير بتمنى انو يوافق عليه ويزبط كل واحد منكوم بنتمي لفصيل وكلواحد منكم عنده انتمام بس بدي هاي الامنية تتحكد بس رصائلنا بانتماءاتنا نكون ايد وحده ونكون عاشد فلسطين عاشد فلسطين اشتركوا في القناة